أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تبني سياسة مرونة لسعر الصرف يؤدي اقتصاديا إلى زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة مستويات تنافسيتها وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة الكاملة وأشار مدبولي لأن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية عادة ما يكون مؤقتا ويبلغ دروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف ثم يبدأ في الانحصار وخلال رده على أسئلة واستفسارات الحوار الوطنية أضف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المتبعة حاليا هي سياسة مرنة لسعر الصرف وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات معتبرا أنها السياسة الأنسبة اقتصاديا للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي والتي لا تفرد قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية مشيرا إلى توجه البنك المركزي المصري قريبا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم بالإضافة إلى التطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة وإنما أيضا مقابل عدد من العملات الأخرى والتي ارتفع الجنيه المصري أيضا في مقابلها في الآونة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر